بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إذا نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى سنجد أن الله عز وجل أقسم كثيرا بالوقت بصور متنوعة فأحيانا نجد والعصر إن الإنسان لا في خسر والفجر وليالي العشر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى كثيرا من الآيات والدوحة والليل إذا سجى كثيرا من الآيات ستجد الله سبحانه وتعالى يغشى بالوقت وإذا أقسم الله بشيء فهذا دليل على أهميته baiklah pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai mengenai أهميات الوقت أو urgensi waktu kalau diperhatikan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah سبحانه وتعالى berfirman dengan ungkapan huruf kosam atau sumpah dengan menggunakan waktu seperti والعصر والدوحة والليل والنهار والفجر dan sebagainya dan tentu saja jika Allah bersumpah dengan sesuatu maka ada sesuatu yang mulia yang agung ya Allah biasa فالوقت هو عمر الإنسان وهو حياة الإنسان في الحقيقة لذلك الحسن البصري رضي الله عنه يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك كلما ذهب يوم ذهب بعضك ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ما ندمت على شيء كاندامي على يوم غربت شمسه يعني مرة هذا اليوم نقص فيه أجلي وما زاد فيه عملي الله عنه waktu merupakan kehidupan setiap hari berarti itu merupakan kehidupan kita Hasan Basri mengatakan bahwa satu hari yang disiasiakan berarti kita menyanyiakan waktu kehidupan kita begitu juga Ibn Mas'ud berkata sungguh sangat merugi jika ketika hari itu tiba matahari terbit bukan begitu saja umurku berkurang sedangkan amalku tidak bertambah diberikan waktu yang sama tapi sejauh mana dia menggunakan waktu sejauh itulah dia kehidupannya bernilai semakin banyak dia menggunakan waktu maka sebanyak itu pula dia nilainya sejauh 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 مد أكثر أكثر الله يهم هوني أكثر الأكثر وبعد أستمر الذي أمstein تدقن ج summar ثم ماهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو تقة تقة نهاية لا مرحبا يجب أن أرد السعودة من الدنيا يعني أكثر النسبة يضايعون أوقاتهم يعني عندما تجن الأكثر يضايعون أوقاتهم فيما لا ينفعوا لسبب الصحبة السياء يمكن صحبة غير النافعين لسبب الأدم تنظيم الوقت بسبب الغفلة عن أهمية الوقت كبanyakan manusia ini sangat terlenak sekali terhadap waktunya hal ini di kemungkinan karena memang dia tidak termanage atau tidak memanage waktunya dengan baik sehingga kebanyakan dia menyanyiakan waktunya dalam hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya dan bagi orang lain tentunya ثم الإنسان متى يفيق ويعرف أنه ضيع هذه الفائدة العظيمة وهذه النعمة التي أنعم الله بها عندما ينتهي حياته يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر يعني خلاص لا تنفع التذكر هنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي الحياة الحقيقية لأن ما نحن نعيشه ليس هي الحياة الحقيقية هي جزء صغير من الحياة ولكن الحياة الكاملة العظيمة هي بعد هذا ما قدمه الإنسان من الأعمال لأن الإنسان سينظر بعد ذلك ما قدمه من الأعمال سيراه الله وسينظره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى نهاية الحقيقية yang sudah meninggal dunia meninggalkan dunia ini meminta kepada الله يا الله قدمت لحياتي في الحقيقة ليس شيئا محددا ليس شيئا معين وإنما يمكن أن نقول بكلمة جامعة أن تفعل الخير أو النافع الشيء النافع أو الخير هذا أعظم ما يعمر فيه أن يعمر في سعادة الإنسان في الدنيا والأخرة ويمكن أن يكون سببا في تعاسة الإنسان في الدنيا والأخرة والناس جميعا يملكون نفس القدر من الوقت ستجد الناجحين والفالحين نفس القدر من الوقت وستجد الفاشلين والفاسدين نفس القدر من الوقت ولكن هذا ينظم وقته وهذا لا ينظمه الفائزين والفاصلين لكل واحد له عشرين ساعة نعم أربع وعشرين كل نعم في الأسبوع كم يوم سبع أيام لكل واحد هذا أكثر نعم هذا ناجح الفارق بينهما ينظم الوقت نعم ستجد الفارق بينهما ينظم الوقت setiap orang memiliki waktu yang sama orang yang gagal orang yang berhasil tetap dengan orang yang gagal yang leha-leha dan sebagainya sama waktunya dalam sehari 24 jam dalam seminggu 7 hari itu semuanya adalah sama diberikan oleh Allah namun kenapa ada yang amalnya banyak ada yang tidak beramal karena urusannya bukan masalah pembagian waktu yang berbeda namun dia memanagenya yang berbeda mudah-mudahan kita bisa memanage waktu dengan baik شكرا لكم على المشاهدة ونلتقي إن شاء الله في حلقة بخرة السلام عليكم ورحمة الله terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya mudah-mudahan kita bisa bertemu di segmen selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih